طيب نهاردة هنتكلم في ايه؟ طبعا يمكن نتابع الحلقة من اولا وحتى تابع الكونفرنس النهاردة والمكالمة الفيديو يعني اللي كانت مع امار ديفانسيكا كنت بتكلم على كوبا ليبرتادورس وكنت بتكلم على تتويج فلومينينز البرازيلي على حساب بوكا جونيوز وهو اهتمامي بالبطولة مش بس عشان كرة امريكا الجنوبية لكن عشان طريق الاهلي ممكن يكون فلومينينز البرازيلي منافس محتمل هنتكلم نهاردة على ما تبقى من عمر الدولي في المباريات عندنا مطشين واحد مع سلاميكا واحد مع الجونة بعد كده توقف منتخب مصر ونرجع لبطولة افريقيا يوم من بعدها كاس العالم بس قبل ما ندخل في كل الموضوعات والملفات ونتكلم في مطش المقولين المبارح ارحب بالاول بضيوفي بلال محسن واحمد مصطفى مساء الخير واهلا وسهلا بكم مساء النور يحمد طبعا اهلا بكم اهلا بكل السادة المشاهدين وان شاء الله تبقى حلقة مميزة كالعادة بإذن الله مساء خير ياحمد مساء النور يحمد وانا بكل مشاهدين قراءة من الاهل شايفكم دون شوية مطش بقولين ما أثر معاكم ولا لا احنا كسير ممكن بس يعني النادي الاهلي ممكن احنا مش متعودين يعني او تعودنا كنا المسم الماضي على الفوز بكل البطولات ولكن زي ما احنا قلنا وتكلمنا على فكرة في عز ما احنا كنا بنكسب بطولات اتكلمنا وقلنا اني مفيش هيجي وقت وهتخسر بطولات وقلنا كده في عز ما كنا بنكسب علشان يبقى الاستعداد موجود الاستعداد النفسي والتقبل عند الجمهور يعني يمكن الخروج من الدولة الافريقية اللي عوضنا شوية ان احنا عملنا مبارات عودة طليق بالنادي الاهلي وبفرين النادي الاهلي سانداونز اللي هو كل المحللين وكل الناس بتتكلم عنه بصورة يعني مبالغ فيها جدا انا شايف ان هي مبقى واحد من افضل الفرق الموجودة في قرية افريقيا ولكن على ارض الملعب في الساد القاهرة احنا ما شفناش الكلام ده خالص نادي الاهلي يعني امتلك زمام الامور كلياتا على مدار اكتر من 90 دقيقة ولكن الحظ والتوفيق غاب عنك وده احد العامل المهمة اللي بيعول عليها اي فريق في حساباتك هو الايجابي في الموضوع انه الاهم لم يأتي بعد يعني كل اللي بيحصل ده حتى من اول الموسم من السوبر ومرنا بالدوري الافريقي كله مفترض ان يكون تجربة واحتكاك وفرصة للتقييم قبل ما تروح للاهم وهو الشامبينز ديجي الافريقي وبطولة كاسة عامل المهم دي دول الهدفين الاكبر والاهم للنادي الاهلي الموسم ده نتمنى ان شاء الله ان ربنا يوفقنا فيه